هل سيسود السلام العالم إذا حكمته النساء؟ تابع معنا هذا الفيديو لتعلم موجهة نظرنا خلال الشهور الأولى من الحرب العالمية الأولى وفي خدم الحركات الداعية للحرب الجائلة في بريطانيا اقترحت الشعرة دوروثيا هولينز من رابطة العمل النسائي أن تقوم حملة غير مسلحة داعية للسلام قوامها ألف امرأة بالسير عبر أوروبا بين رصاص البنادق والتوسط بين الجيوش المتحاربة في الخنادق لم يتحقق مخطط هولينز الكبير ولكنه لم يذهب إلى الفراغ فقد تبناه قرن من النشاط القائم إلى حد كبير على المحبة والسلام الأممي أو كما كتبت زميلتها الناشطة في مجال السلام هيليناز سوانويك الخوف المشترك من حقيقة أنها في الحروب تموت النساء ويشاهدن أطفالهن يموتون لا يوجد أي مجد لا شيء سوى الرعب والعار الذي لا يوصف وساعدت سوانويك في تأسيس الرابط النسائي الدولي للسلم والحرية وهي منظمة المكرسة للقضاء على أسباب الحرب وكانت تأمل في عالم في المستقبل البعيد ليس به جندي واحد ويعتقد العديد من الناشطين أنه إذا تولت النساء زمام السلطة السياسية فإنهن لن يسعين إلى الحرب ولكن ما مقدار صحة هذا الاعتقاد حقا وهل تتغير حالات النزاع العنيف عندما تتزعم السلطة النساء أو عندما يرتفع نصيبهن من التمثيل البرلماني إذا سألت هذا السؤال بصوت عالي لن تمر دقيقة قبل أن ينطق أحدهم أمامك اسم مارغاريت تيتشر رئيسة الوزراء البريطانية التي شنت حربا شعبية كبيرة في جزر فوكلاند وهو ما أدى إلى فوزها الساحق في الانتخابات سنة 1983 وتعتبر مارغاريت تيتشر بالكاد هي الزعيمة الوحيدة التي يحتفل بدعوتها للحرب وهناك أمثلة أخرى مثل بوديكاب ملكة شعب الإيسيني في شرق إنجلترا التي قادت انتفاضة شعبية ضد الغزاة الرومان أو لاكش مي باي ملكة جهانزي وقائدة التمرد الهندي ضد البريطانيين أو حتى إمليم بانخورست التي قادت المطالبات بحق النساء في الاقتراع عبر حملة إضراب عن الطعام وتخريب وتحطيم النوافد ثم في سنة 1914 أصبحت مؤيدة قوية لانضمام بريطانيا إلى الحرب العظمى غير أن هذه الأمثلة تعد حالات فرضية تماما لأن القيادات النسائية كانت نادرة للغاية على مر التاريخ فمثلا في الفترة ما بين عامي 1950 و2004 وفقا لبيانات كاترين دابليو فيليبس أستاذة القيادة والأخلاقيات في كلية كولومبيا للأعمال كان 48 من القادة الوطنيين في 188 بلدا من الإناث أي أقل من 4% وكان من بينهم 18 رئيسة و30 رئيسة وزراء وفي دولتين هما الإكوادور ومدغشقر تزعمت امرأتان خدمت كل واحدة منهما لمدة يومين فقط قبل أن يتم استبدالها برجل لذا بالنظر إلى حجم العينة الصغير هل من المنطقي أن نسأل عما إذا كانت تقل احتمالية شن النساء للحروب عن الرجال إذا ما منحنا السلطة إن عالمة الأنثروبولوجيا الطبية كاثرين بانتر بريك من جامعة بيل لا تعتقد أن هذا أمر حقيقيا تقول إنها قوالب نمطية تفترض أن تولي السلطة أمر غير معقد وربما حضر في ذهنها مفكر مثل ستيفن بينكر الذي قال كانت المرأة وستبقى قوة التهدئة ولا يستند هذا الافتراض دائما على الواقع وفقا لماري كابرويلي أستاذة العلوم السياسية في جامعة منيسوتا دولوث ومارك بوير من جامعة كونيتك فقد أحصيت عشر أزمات عسكرية في القرن العشرين تزعمتها أربعة سيدات سبعة منها من نصيبي غولدا ماير رئيسة وزراء إسرائيل ما بين سنتين 1969 و 1974 ولتقييم سلوك القيادات النسائية خلال الأزمات يقولان إننا نحتاج إلى عينة كبيرة لا يقدر التاريخ على توفيرها وقد درس كل من أويندريلا ديوب أستاذ دراسات الصراع العالمي في جامعة شيكاغو وأس بي هاريش في جامعة نيويورك أربعة قرون من حكم الملوك والملكات في أوروبا وفي بحثه ما غير المنشور بعد درس 193 حكما ملكيا في 18 دولة أوروبية أو كيانات سياسية بين عام 1480 و 1913 على الرغم من أن 18% فقط من الحكام كانوا ملكات مما يجعل التحليل أقل موثوقية إحصائيا وجد أن الدول التي حكمتها الملكات زاد احتمال مشاركتها في الصراعات على الملوك بنسبة قرابة 30% وكانت الملكات غير المتزوجات أكثر عرضة للانخراط في الحروب التي هاجمت دولهن ربما لأنه كان ينظر إليهن على أنهن ضعيفات ويؤثر الخوف من الظهور بمظهر الضعيف على قيادات النسائية الحديثة أيضا وفقا لكابريولي وربما يسبب مبالغتهن في تسوية قضايا الأمن والدفاع وتلاحظ أن النساء اللواتي يحاكين الرجال مثل تاتشر وماير ورئيس وزراء الهند إنديرا غاندي اللواتي يدعين أنهن مخلوق بشري ثنائي لا هي برجل ولا هي بمرأة هن أكثر نجاحات كقائدات سياسية وكذلك يجب عليهن مواجهة القوالب النمطية السلبية من خصومهن الضكور على سبيل المثال قال يحيى خان الرئيس السابق لباكستان أنه كان ليستجيب بشكل أقل عنفا تجاه إنديرا غاندي خلال الحرب الهندية الباكستانية عام 1971 إذا كان للهند زعيم منذكر وقال إذا كانت هناك هذه المرأة تعتقد أن بإمكانها ترهيبي وإخضاعي فإنني لن أقبل ذلك وجد كل من ديوب وهاريش أن النساء أكثروا عرضة لبدء العدوان إذا كنا يتقاسمنا السلطة مع الزوج كما كان الحال مع إيزابيلا وفرديناند الخامس الذين تشاركوا في حملة في حكم مملكة ليون وقشتالة بين 1474 و1504 وكان الاستثناء الملحوظ هو حالة كاترين العظمى التي أصبحت إمبراطورية روسيا في سنة 1762 بعد اغتيال زوجها بيتر الثالث والتي توسعت حملاتها العسكرية خارج حدود روسيا بأكثر من 520 ألف كيلومتر مربع بما في ذلك شبه جزيرة القرم وجزء كبير من بولندا ولكي تتولى النساء السلطة عليهن البدء بالمشاركة السياسية مثل الترشح للمجالس المحلية أو البرلمان وقيادة الحملات الانتخابية وفي سنة 2017 بلغ المتوسط العالمي لحصة المرأة في البرلمان 23% فقط أي بزيادة قدرها 6% على مدى العقد الماضي وهذه الزيادة هامة حيث تظهر بيانات كابريولي أنه مع ازدياد عدد النساء في البرلمان بنسبة 5% فإن احتمال استخدام الدولة للعنف عند مواجهة أزمة دولية يقل بخمس مرات ربما لأن النساء يملنا لاستخدام نهج جماعي أو توافقي في حل النزاعات ومن المرجح أيضا أن تحقق هذه البلدان أيضا سلاما دائما بعد انتهاء الصراع عندما تدعى النساء إلى طاولة المفاوضات ويمكن لإدخال المرأة في المفاوضات أن يحدث فرقا هائلا رغم أن عدد النساء اللواتي شميلتهن المحادثات السلام ضائل حيث تبين من دراسة أجرتها الأمم المتحدة أن نسبة النساء كانت 2% إلى 3% من الوسطى وتسعة في المئة من المفاوضين وأربعة في المئة فقط من الموقعين على 31 عملية سلام كما يمكن للسلام أن يدوم أطول حيث يظهر تحليل شامل شمل 182 اتفاقا للسلام موقعا بين عامي 1998 و2011 أنه إذا ما ضمنت النساء كمفاوضات أو وسيطات أو موقعات فإنه من المحتمل بنسبة 35% أن تستمر الاتفاقية 15 عاما على الأقل وتنجح النساء كوسيطات ومفاوضات بسبب الصفات التي ينظر إليها تقليديا على أنها أنثوية وأمومية ففي إيرلندا الشمالية والصومال وجنوب إفريقيا اكتسبت المشاركات في عملية السلام سمعة طيبة لتعزيز الحوار وإشراك جميع الأطراف وكثير ما ينظر إليهن أيضا على أنهن نازيهات وأكثر موثوقية وأقل تهديدا لأنهن يعملن خارج هياك للسلطة الرسمية ومع ذلك ورغم تصور النعومة والإنصياع فإن أفعالهن غالبا ما تكون نقيد ذلك تماما في سنة 2003 قادت ناشطة السلام الليبيرية ليما كبوي تحالفا من آلاف النساء المسلمات والمسيحيات للإضراب والصلاة والصيام وساعد هذا التحالف على إنهاء الحرب الأهلية الوحشية التي دامت 14 عاما في البلاد أطلق علي كبوي لقب المحاربة من أجل السلام وتقاسم الجائز نوبل للسلام سنة 2011 وغالبا ما تستخدم مصطلحات مثل المحاربة والأسلحة والثورة عند الحديث عن مجموعات داعية للسلام والتي لا تزال النساء تمثل فيها نسبة عالية وفقا للأمم المتحدة ففي الأرجنتين مثلا قامت أمهات بلازا دي مايو بتحديث ثوري على مصطلح الأمم من خلال احتجاجهن على اختفاء أطفالهن خلال الحرب القذرة في الأرجنتين في الفترة ما بين 1977 إلى 1983 مما أدى إلى تحويل الأمم من دور سلبي إلى قوة عامة وكانت سليح مفاهيم الأنوثة أيضا عنصرا قويا في معسكر السلام للنساء الذي دام لعقد من الزمن في غرينهام كومون في المملكة المتحدة وبدأ من عام 1981 احتجاجا على وصول 96 صاروخا من طراز طوماهوك إلى القاعدة الجوية الأمريكية في بيركشاير حيث حاصرت النساء وأصوار القاعدة الجوية وقطعنا الأسلاك وخرجنا من الحاجز مرتديات ملابس دبابا محشوة وعلقنا على الأسلاك ملابس أطفال وحفاظات وصور عائلية ولم تكن معركتهن أكثر تسليحا من حرب تاتشر في جزر فوكلاند لكنها مع ذلك نبذت فعلهن باعتباره فعلا غريبا ويبدو أنه بغض النظر عما إذا كانت المرأة تقاتل من أجل السلام أو من أجل الحرب فعليهن تحارب كذلك الافتراض بأنها سلبية وضعيفة ويظهر لنا التاريخ أن هذا ليس صحيحا وأنه في حالة إيزابيلا الأولى وفردناند الخامس يمكن للمرأة أن تكون قاسية بشدة فلم يقم الزوجان بقيادة الفتح الإسباني لمملكة غرناطة الإسلامية في سنة 1492 مخرجين كلا من اليهود والمسلمين فحسب بل قام بتعذيب أولئك الذين بقوا وأجبراهم على التحول إلى المسيحية وفي بعض الحالات قاموا بحرقهم حتى الموت كما أن النساء لسنا دائما مسالمات كما يدلل التاريخ فمثلا في حالة أونغ سان سوكي الزعيم الحقيقية لميانمار والحائزة على جائزة نوبل السلام في سنة 1991 لنضالها غير العنيف من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان فقد أدينت على نطاق واسع لعدم إدانتها جيش بلادها في حملة التطهير العرقي التي يقودها ضد شعب الروهينغا المضطهدين وهم أقلية مسلمة في ولاية راخين الشمالية في ميانمار ويفقا لهيوم الرايت ووتش فر أكثر من 400 ألف مسلم من مسلمين الروهينغا من 25 أود 2017 عبر الحدود إلى بنغلاديش هربا مما يرتكبه الجيش من حلائق وفضائع واغتصابات وتقول كابريولي يمكن أن تكون القيادات النسائية في الواقع قوية عند المواقف الدولية العنيفة والخطرة والعدائية ولكن بإمكانهن كذلك أن يكون ذوات عزم شديد في قضايا السلام إنها صورة نمطية للمرأة باعتبارها سلمية بطبيعتها وكما كتبت سوانويك في مستقبل الحركة النسائية سنة 2013 أود أن أتبرأ تماما من الافتراض السائد في الحديث النسوي في الوقت الحاضر بأن الرجال كانوا محدى همج أحب القوة البدنية وأن النساء وحدهن كن متحضرات ومتمدنات فلا توجد أي دلال إلى على حقيقة ذلك لا في الأدب ولا عبر التاريخ وهذا ما شاهدنا في كل هذا الفيديو إلى هنا أحبائنا قد وصلنا إلى نهايته دمتم سالمين